بدأت أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثامنة والعشرين باجتماع لكبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بعد أن استلم الأردن ممثلا في أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي رئاسة الاجتماع من مسشار وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد أحمد أني حيث بحث الاجتماع قضايا ذات أولوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة أثر الإرهاب على اقتصاديات الدول العربية في ظل التحديات غير المسبوقة هو المحور الرئيس الذي ناقشه كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بعد أن تم إدراج بند اللاجئين والنازحين بناء على طلب من الأردن تعزيز جهود التكامل الاقتصادي العربي المشترك وخصوصاً العمل على تنمية الاستثمارات البينية والتي لا تتجاوز نسبة 20% من إجمال الاستثمارات العربية كما لا بد من استغلال الفرص نحو النهوض بالتجارة البينية العربية التي ما زالت دون مستوى الطموحات والإمكانات المتوفرة في الدول العربية والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من تدفق التجارة فكما تعلمون لم تتجاوز التجارة البينية العربية نسبة 10% من إجمال التجارة في أحسن الظروف بحث الاجتماع بند الإرهاب انطلاقاً من أنه يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تؤثر على مسيرة التنمية الاجتماعية العربية وبناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية تم إدراج بند اللاجئين والنازحين على أجندة الاجتماع باعتبار هذه القضية واحدة من أهم القضايا التي تهم المنطقة العربية والعالم بأسره وخاصة الدول المحيطة بالنزاعات وحول ملف التجارة العربية البينية أكد المجتمعون على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري البيني والعمل على تنمية الاستثمارات العربية التي لا تتجاوز العشرين بالمئة بتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة ناقش الاجتماع الإنجازات والمتطلبات لمنطقة التجارة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وأوضاع التجارة وطموحات الاستثمار في ضوء المتغيرات العالمية والإقليمية محاور عدة تمت مناقشتها وإقرارها تمهيداً لرفعها إلى الاجتماع الوزاري ثم إلى القادة العرب يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري ركزت على ضرورة أن تنعكس القرارات الاقتصادية مباشرة على المواطن العربي من خلال التعاون والتكامل بين البلدان العربية ترجمة نانسي قنقر